برعاية وحضوري اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة نايف الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة انطلقت اليوم الجمعة بمبنى بينك أركبيتة بخليج البحرين فعليات جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب الرابع والعشرين بل الروائيين الشباب 24 ساعة التي تقام تحت رعاية سموه وبتنظيم من صحيفة الوطن البحرينية بالشراكة مع المكتب العالمي اسمه الشيخ خالد بن حمد والتي تشهد مشاركة 42 روائيا يمثلون الشباب من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بدول الخليج العربية الذي يأتي ضمن مبادرات خالد بن حمد لدعم الشباب في المجال الثقافي ولدى وصول سموه لموقع الحدث كان في استقبال سموه وزير الشباب والرياضة سعدة سيد هشام بن محمد الجودر والمدير التنفيذي لمركز عيس الثقافي سعدة الدكتور شيخ خالد بن خليفة الخليفة ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية سيد مونس محمود المردي ومين عام الجائزة رئيس تحرير صحيفة الوطن السيد يوسف بن خليل ومالك شركات مونتريال للسيارات سيد إبراهيم الشيخ وعدد من الرعاة واللجان المنظمة وقد أكد اسمو الشيخ خالد بن حمد أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله يولي اهتماما كبيرا لرعاية ودعم الشباب عبر توجيهات جلالته المستمرة بتوفير كافة الأمكانات وتذليل الصعوبات أمامهم وتشجيعهم ليكونوا قادرين على الإبداع والعطاء المتواصل الذي يؤكد نهج جلالته الراسخ بدور الشباب للمحافظة على المكتسبات الحضارية لمملكة البحرين باعتبارهم المحركة الرئيسية لنهضة ورفعة المملكة من خلال الجهود المتميزة التي يبدلونها والتي تصب في مصلحة بناء وتنمية المجالات تسيما المجال الثقافي مضيفا سموه أن المشروع الاصراحي لعهل البلاد المفدى أكد بأهمية تعزيز دور الثقافة بالمجتمع الذي يدفع لتغذية عقول الأفراد ويسهم في التخطيط لمستقبل أكثر إشراقا ورقيا وقال أسموه نشيد بالمشاركة الواسعة وبحماس الشباب البحريني والخليجي على خوض تحدي كتابة رواية كاملة في 24 ساعة وهذا بكل تأكيد سيكون دافعا كبيرا لهم لإبراز ما يتمتعون به من مخزون ثقافي وأدبي يمتزج بما يمتركونه من ملكة الكتابة والخيال والإبداع في ترجمة كل ذلك وتقديمها بالصورة التي تبرز جهودهم في صياغة روايات أدبية مختلفة والتي سيسعون جاهدين في أن تلقى تلك الروايات القبول والنجاح بما يدعم مسيرتهم الفكرية والأدبية ويمنحهم الفرصة لترجمتها بما يخدم تطور المسيرة الأدبية والثقافية بالمجتمعات الخليجية وأضاف سموه لقد واجهنا بإطلاق هذه الجائزة التي نعتبرها امتدادا لجائزة البحرين للروائيين الشباب وللنجاح الكبير الذي حققته في الدورة الأولى حيث نهدف من خلال هذه الجائزة لمنح الفرص لأكبر عدد من الروائيين الشباب من البحرين ودول المجلس للمشاركة بفعالياتها وذلك حرصا منا بهمية تعزيز الثقافة والأدب لدى الشباب البحريني والخليجي لما لها من أهداف متعددة تنعكس على رقي مجتمعاتنا فقياس الرأي لدى المجتمعات يبدأ عبر قياس المخزون الثقافي والأدبي والعلمي لدى أفراده فمن خلال ذلك يمكن إيجاد مجتمع قادر على البناء والتنمية والتطوير في مختلف المجالات فهذه المبادرة هي جزء من الأهداف والتطلعات التي نريد تحقيقها بما يسهم لنا في تكوين أجيال مثقفة لديها القدرة على العطاء الثقافي الذي يخدم أوطاننا وقد ثمن اسم الشيخ خالد بن حمد الجهود التي بدلتها اللجنة المنظمة لهذا الحدث برئاسة السيد يوسف البنخليل والتعاون الكبير بينها وبين المكتب الإعلامي لسموه لتهيئة الأجواء المثالية التي تشجع المشاركين على التفاعل والدخول في منافسة مشتعلة أهدافها إبراز قدراتهم وإمكانياتهم الأدبية والثقافية والتي سيكون نتاجها روايات مليئة بنتاج فكري من صياغة شبابنا المبدع متمنيا سموه في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذه الجائزة هذا وقد قام سموه بجولة تفقدية في أرجاع الموقع حيث زار سموه أجنحة المشاركين بفعليات الجائزة وأشاد بمشاركتهم الفعالات التي سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح هذا الحدث وخلال الجولة التفقدية التقى سموه بضيوف جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب من الروائيين الخليجيين حيث تبادل سموه مع ضيوف الأحاديث حول مسيرتهم الأدبية في مجال كتابة الروايات مقدرا سموه للضيوف حضورهم فعاليات هذه الجائزة متمنيا في الوقت ذاته للجميع التوفيق والنجاح وكعادة سمو الشيخالد بن حمد الخليفة للالتقاء بدوية العزيمة في مختلف الفعاليات التي يرعاها فقد حرص سموه على الالتقاء بأول رواية بحرينية كفيفة وهي الشابة فاطمة حبيل التي قدمت لسموه إصدارها الأول الذي حمل عنوان غرد يا قلب حيث أشاد سموه بالمجهود الكبير الذي بذلته الروائية حبيل في كتاباتها لهذه الرواية مقدرا سموه دعمه المتواصل لدوية العزيمة في مختلف المجالات والذي يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإدماج هذه الفئة بالمجتمع ويمنحهم الفرصة لإطلاق العنان لقدراتهم وأبدعاتهم للمشاركة في بناء وتنمية الوطن تلونت بأعلام دول مجلس التعاون وفي ملتقا اجتمعت فيه العقول وتلاقحت الأفكار 42 شابا وشابة دخلوا غمارة حد ثقافي في عالم كتابة الرواية الأدبية خلال 24 ساعة بجائزة الخليج العربي للروائيين التي تأتي ضمن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الإنسانية والثقافية والرياضية على مدار العام اليوم الأول من أيام جائزة الخليج العربي للروائيين للشباب يوم جداً مثير والمنافسات شهدت تحدي كبير من جميع المشاركين الـ 42 يعني إلا حظ يمكن من الساعات الأولى حجم الحماس والتنافس الموجود عند الشباب خلال ساعتين الساعتين الأولى من المنافسات جميع المشاركين كتبوا تقريباً أكثر من 62 ألف كلمة وهو ما يعادل 250 صفحة أي كتاب عادي هذه يعكس طبعاً حماسهم وشغفهم ورغبتهم في كتابة نصوص أدبية تمثل إبداعهم وابتكارهم الأدبي وحرصاً من اللجنة المنظمة لإبراز هذا الحدث الثقافي الكبير أقامت اللجنة المنظمة ندوة إرشادية سبقت يوم المنافسة تخللتها تعليمات وتوجيهات على المستوى التنظيمي والإداري والتعليمي المتسابقين أمامهم تحدي كبير يثبتون أنفسهم وهالمسابقة ستبقى خالدة في ذاكرتهم إلى ما لا نهاية ليست مجرد مسابقة حقيقة مثل أنا ما شفت كان في قبلها ندوة تعريفية تعطيهم معلومات تفيدهم هم ككتاب شباب وخصوصاً أنهم في البداية أصعب مرحلة الكاتب هي البدايات فمسابقة مثل هذه مثل الحاضن إلى هؤلاء الشباب تعليمية تفقيفية وفوق هذا الشباب موجودين وياهم مساعدتهم من كل ما يحتاجونه ضيوف من شتى دول الخليج العربية شاركوا في هذا المحفل الشبابي حيث وفرت اللجنة المنظمة حفلاً خاصاً لهم لتدشين إصداراتهم الأدبية والتوقيع عليها فرصة جميلة جداً للشباب أن نزرع ودباء شباب في هذا المكان وتحدي جميل مع النفس في كتابة رواية في 24 ساعة فقط فكل شكل لمنظمينها الفعالية الجميلة وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد على مبادرته الجميلة ودعم للشباب طبعاً الرواية تعتبر منصة جميلة جداً ومنصة ثقافية لانطلاقة لأي شاب عند حلم الكتابة أو عالم الرواية طبعاً إحنا دائماً نحث الشباب على المشاركة في هذه المسابقة وهالنوع من المسابقات لأنها تحطها تحت الضغط فأي مهارة عندها مهارة كتابة ممكن أن تحت الضغط تطلع منها ويكتبها ويكمل رواية خلال 24 ساعة البعض يستصعب هذا الموضوع لكن موضوع جداً ممكن والدليل أن الشباب اللي فازوا بالنسخة الأولية ومعظم المشاركين في النسخة الأولية أتموا رواياتهم خلال 24 ساعة سباق الشغف وصل ذروته في هذه المنافسة فمن هؤلاء المشاركين من استطاع في يومه الأول أن يكتب العشرات من الصفحات ومنهم من أنجز العديد من الأبواب ومنهم من جاء ليتحدى نفسه ويسقل مهارته في حقل هذه الجائزة أحاب بحط نفسي تحت الضغط أني أكمل شيء لأول مرة بصراحة التجربة جداً رائعة المنظمين، الأجواء، المكان جداً ساحر الموسيقى، اهتمامهم بأدقة تفاصيل أنا سعيدة أني تشجعتوا أي كنت مترددة وايد بس الحمد لله أنا موجودة هنا الصراحة ما توقعتها كذا أنا توقعتها يعني عشان أكون واضحة وصريحة أتوقعتها ما تكون بهذا التنظيم لكنها ما شاء الله جداً وترى مو عشاناً على التلفزان حقيقة ترى هي من جد مرة مرتبة وما شاء الله مرة 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 فخمة وحقيقة مرة مرة كمان كل المنظمين مرنين مع المتسابقين يعني ما حد شاد علينا بشيء فهذا هم شيء صراحة أجواء يعني لو أحد قال لي تعيش في دين المسابق بقول لهم طيب عادي حراك ثقافي وأدبي تشهده المملكة التي كانت ولا زالت تترجم عطاءات أبنائها في سماء الريادة والتميز من قلب العاصمة المنامة توافد أولئك المشاركون ليكتبوا فصلاً جديداً في المجال الروائي إصرار وطموح احتضنته المملكة وكعادتها بالاهتمام في كل ألوان الثقافة والأدب لتلفزيون البحرين صالح يوسف